بيان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ضد عملية قصف السفارة الأمريكية كان ملفتا خاصة بعد وصفه منفذي عملية قصف السفارة بالإرهابيين السوداني كان واضحا في ردة فعله على قصف السفارة الأمريكية ببغداد من خلال ما تضمنه بيانه الرسمي من خلال وصف العملية بالإرهابية هذا الأمر جاء لسبب بسيط هو فك شبهة الماضي من ازدواجية السياسة والسلاح واضهار لالتزامات بغداد بأن حماية البعثات والقنصليات على عاتقها بل ذهب إلى إجراءات عاجلة من خلال تغيير الفوج الرئاسي بقوة أخرى يرافقها بيان الإطار الذي وصف العملية بالإرهابية هذا الوصف سيغضب إيران لأنها هي من وجهت الفصيل العراقي لقصف السفارة الأمريكية ببغداد لكن السوداني أصبح في موقف لا يحسد عليه أمام الأمريكيين الأمر الذي دفعه للخروج ببيان يؤكد غضبه من هذا الاستهداف الذي قد يؤثر على الدعم الأمريكي لحكومته تهجم بعض الفصائل على السوداني يضع الأخير في حالة من الصدام المباشر مع الفصيلين الذين شخصهما أوستين باتصاله وتأكيده على أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم ضد تلك الجماعات التي تقوض بهجماتها سيادة العراق واستقراره وتهدد سلامة المدنيين العراقيين وتعوق حملة هزيمة داعش المتوقع الآن هو أن تقوم واشنطن بضرب الفصائل الموالية لإيران والتي تورطت بالهجوم على السفارة الأمريكية والذي مثل تحولا كبيرا في التصعيد خاصة بعد منحها الضوء الأخضر من قبل السوداني ليبقى التساؤل المهم كيف سيتجاوز رئيس الوزراء هذه الأزمة